كيف تبدو الصورة في الأسواق العالمية؟ نبدأ بإغلاقات آسيا هذا الأسبوع كانت الأسواق الآسياوية على نوع من يعني كان في عيد في الأسواق الآسياوية كان هناك ارتفاعات كنا قد تبعناها بشكل قوي في الأسواق الآسياوية يوم أمس خصوصاً بعد الأخبار عن إعادة فتح الحدود بين هونغ كونغ والبر الصيني كنا قد رأينا استفادة قوية أيضاً للأسهم التكنولوجية علي بابا كان قد سجل مكاسب قوية دعمت المؤشر في البر الصيني وفي هونغ كونغ كنا أيضاً رأينا ارتفاعات على مويتن على الكثير من الأسهم التكنولوجية اليوم الهانكسانك اندكس يتعرض لبعض الضغوط ولكنها كانت في إطار التصحيح بعد المكاسب القوية التي حقاقها هذا الأسبوع التوبيكس والنيكي كان لديهما فقط جلستان من التداول هذا الأسبوع ولكن استطاع أن يسجل المكاسب علماً أن هناك الكثير من التغيرات على هامش السياسة النقدية أو على جانب السياسة النقدية في اليابان وهذا التحول في اللهجة التي سمعناها من كرودة في الآون الأخيرة الفيوترز حتى الآن على نوع من التباين استقرار نسبي على الـ S&P 500 نازدك تراجعات بحسب الفيوترز 13 النقطة المئوية يوم أمس كان قد أغلق على 1.5 نقطة المئوية من التراجعات الدولة يزال في إطار إيجابي بعد أن أغلق يوم أمس على تراجع بـ 1.100 ماذا سيحصل في الأسواق الأمريكية اليوم؟ هل ستأتي أرقام الوظائف غير الزراعية متوافقة مع التوقعات؟ وإذا ما أتت كذلك ماذا سيعني بالنسبة لأتحركات الأسواق؟ أتوجه بهذه الأسئلة الأضيفة من لاروشيل دكتور نوزاش ميرزا أستاذ العلوم المالية في أكسيليا بيزنس سكول أهلا بك دكتور ميرزا معنا بداية اليوم نتوقع أن تأتي أو تتوقع الأسواق أن تأتي إضافة الأرقام أو إضافة الوظائف بـ 200 ألف وظيفة في شهر ديسمبر هل إذا ما أتت الأرقام وفق هذه التوقعات ستبقى الحال على حالها أو ستبقى الأسواق على حالها في الأسواق الأمريكية؟ أم أنهم ينتظرون مفاجأة معينة تعطيهم صورة أوضح حول تأثر سوق العمل بكل الرفعات التي أتت على الأقال حتى نوفمبر؟ أعتقد أن سوق الوظائف والأرقام المتوقعة أنصر في غاية الأهمية من المنظور الاقتصادي الكلي حيث أنني أرى أن الأسواق سوف تجد ما توقعت 200 ألف وظيفة أزياد أو ناقص بشكل طفيف ولن تكون هناك مفجأات كبيرة على ذلك الجانب بالإضافة إلى ذلك أرى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه والأسواق ستتقى حذرة لأن هذا الكم من الوظائف الجديدة يخلق في سوق العمل ربما قد يطفع الاحتياط الفدرالي الاستمرار في سياسته المتشددة ورافع المعدلات حتى بقية نهاية العام أو على الأقل الربعين الأوليين هل سيكون التركيز اليوم دكتور ميرزا على أرقام الأجور أو على معدل نمو الأجور كمعيار أساسي لمرونة سوق العمل من جهة؟ وهناك دائما هذا الناراتف أو هذا الحديث بأن هناك فجوة زمنية دائما بين تأثير السياسة النقدية والأرقام فيما يتعلق بأرقام الوظائف بشكل أساسي يعني ما تم رفعه من معدلة الفائدة في ديسمبر من المبكر أن نرى تأثيره على سوق العمل الآن ثلاث رفعات متتالية من 34 نقطة مئوية هل سنبدأ برؤية تأثيرها في هذا الشهر برأيك؟ أعتقد أن الأثر على سوق العمل سوف يتأخر قليلا هذا طبعا تبعا لرأيي أنا الشخصي لأنني أرى أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى لم تتباطع بعد بالرغم من أن هناك أثر واضح على ربحية الشركات طبعا أتحدث عن رفع معدلات الفائدة وأثرها على ربحية الشركات وخاصة شركات التكنولوجيا إلا أن حيثيات الاقتصاد والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة مختلفة تماما إذن رفع معدلات الفائدة ربما سيتأخر وقد يمتد أثره إلى بضعة أشهر قادمة حتى يتأتى بالفعل إذن قد تشعر الأسواق هنا بالتشوش كيف يتصرفون مع هذا التأخير في التأثير هل سيكون مباشر هل يكون هناك تأخير لبضعة أشهر الشركات الصغيرة خاصة سوف يتأخر وقوع الأثر عليها فإذا أردنا الحديث عن ردة فعل الأسواق المالية على كل هذه البيانات الاقتصادية نحن في نهاية العام حتى كان لدينا حديث معك دكتور ميرزا عن التوقعات لعام 2023 كانت الأسواق ربما أكثر تشاؤما ولكن الواقع أو واقع الحال في الأسبوع الأول في أداء الأسواق الأمريكية على وجه التحديد كان إيجابيا بمعظمه هل الأسواق هذا هدوء قبل عاصفة من التراجعات قبل عاصفة الضغوط التي من الممكن أن تبقي السوق الأمريكية في سوق هابطة؟ سمت عدد من العوامل التي علينا أن نتحدث عنها هنا والتي ما زالت هي الاحتمالات الأكبر نتحدث عن الاقتصاد الصيني على سبيل المثال وعلينا أن ننتظر لنرى حالات الإصابة في الصين ما إن كانت ستستقر أم لا لأن اقتصاد الصين هو ما سوف يعطي دفع قوية للطلب ويغير منها الحيثيات بشكل عام أما الطلب على الطاقة أتخوف من أننا سنضطر إلى مراجعة التفاؤل الذي رأيناه خلال هذا الأسبوع حيث أن أسعار الطاقة قد تساهم نحو معدلات التضخم إذن خلال الأشهر القادمة ستكون هناك تقلبات وتذبذبات حتى تتحسس الأسواق طريقها وتستقر بالقرب من نهاية العام إذن فهناك الآن بعض الارتياح في الأسواق بشكل ما شكرا نزاشا ميرزا أستاذ العلوم المالية في إكسيليا بزنس سكول نشكرك جزيلا شكرا دائما على مشاركاتك معنا قبل النهاية نلقي نظرة أخيرة على أداء العقود لأجل الأمريكية كيف تبدو الصورة حتى الآن هناك تباين أو تباين واضح بين أداء الأسواق الأمريكية حتى الآن الناس ذاك يسجل تراجعات بربع نقطة مئوية ارتدى الداو وارتدى الاسن بي 500 بعد أن كانت جلسة يوم أمس جلسة تسمت بالتراجعات أنا ألقاكم مرة جديدة في جلسة المساء سنقف على كل الأرقام التي ستأتي من تقرير الوظائف الأمريكية والتي سيكون لها تأثير أساسي على سياسة الاحتياطة الفدرالي في المرحلة المقبلة